النهاردة أنت في ظهر الرجبة عبارعاً إيه؟ ظهر الرجبة دي اللي بيطلع لها السبتك بيطلع لها المايكروب دي دي كلها شرعين وأوريد وأعصاب فانت ما هو دا اللي بيغزي ما هي دي الشرعين والشارين وأوريد ما دي اللي بتغزي المفصل بتاعت ده هو المفصل ده بيتغزى بايه؟ يعني هو دلوقتي من الطرق الجديدة اللي هي بتاعة علاج مفصل للرجبة اللي هم طلعينها جديدة إن يعمل كوي فيه الشريان أو الوريد يعمل كاوي بيعمل كي فيه عشان ما يوصلوش غزة خلاص ما يوصلوش ايه غزة خلاص ويشيل للألم ويشيل للايه لا مشتغل على العصب يعني مشتغل على العصب مشتغل على الأوريت فدي طرق من الطرق الايه الجديدة لهم بيحاولوا يعملوها بديل لتغيير المفصل طب أنا ليه ليه أنا عامل الكلام ده طب ما انت كده بتنوت بتزود الهشاشة بتزود المفصل انت عاوز تقطع امداد الدمه عشان ما تحسش بالألم عاوزين نوريهم الصورة دي بدأت ازاي اتعاملت ازاي رحلة بتاعة العلاج طول ما انت ماشي بخطة علاج مع العيان هيخف طول ما انت بتجرب انت مش هيخف يعني النهاردة احنا دلوقتي لازم نبقى نتفق كويس جدا انت عشان تتعالج عاوز تيم عاوز فريق الفريق ده فريق جراحين وناس هتفحص وناس هتحط خطة علاج وناس هتشوف الأوريدة شكلها ايه ويه المخ والأعصاب بتوع المخ والأعصاب لازم نشتركوا في حالات كتير جدا منشوفها اللي ظهروا ايه الرجبتين خلاص طب والمناعة يعني عندنا حالات كتير جدا في المتشابات عندهم بالضبط وروماتويد يعني ده تيم كبير طيب والقلب في ناس كتير جدا مبقى معنا الاستشارة بتاع القلب والسكر ده نقطة مهمة جدا كل ده انت عشان تقدر تعالج مفصل واحد شفت مفصل واحد يتعالج عشان كده انت بتقول احقن يا سيدي انت هي منظومة كاملة طب ايه المنظومة الكاملة البوليمر تعال البوليمر اني فايف هتعمل ايه الاني فايف ده اه تمام ده خلنا في ملايين الميك يولس الصغيرة الايه السيليكون والبوليمر اللي تدخل وتمتص الصدمات دي المخدة بتاعتك دي ايه ودي اول حاجة بفضل النزاع بالضبط اوقف هنا لو سمعت بص عملت ايه المسافة دي النهاردة وحنا كنا بنفحص انا ودكتور احمد عيان من العيانين عملت قد ايه عملتلي ملي ملي ونص ده اللي انا محتاجه ده اللي انا قاعد ادوره عشان ابعد عنه انا عاوز ابعد دول طيب انت مش عاوز تحط زيت انت عاوز تبعد عظم عشان فيه كسر فيه ايه كسر يعني انت فعلا انت عندك كسر مفاش فاشة ايوه بالضبط بالضبط خلاص بتاخد بما انت تيجي تاخد العظمة بتاعت مثلا حاجة كبيرة كده وتعملها كده بتتكسر معا ما بتتكسر ليه وبعدين افتحها بقى هتلاقي البون مارو النخيع هتلاقي حتت احنا كده كبار السن عندنا كده فالنهاردة لازم تفهم انت حطيت حطيت مخدة زرعت مخدة وتقدر تمتص كل الصدمات عشان تبعد كسر عن كسر تبعد كسر عن كسر فانت الكسر مش محمل عليه خلاص تصور انت كسر والعصاب مكشوفة وبتحمل عليه مش حاوز يبقى فيه ألم ده فيه صويت ده الواحد من اربطة بيحصلها قطع ده صويت اوما البقى كسر بقى عظم فطبعا دي نقطة مهمة طب بعد ما زرعنا الان فايف رايحين فين بعد كده طيب بعدنا العظم عن بعضه والفضة طيب بدأنا ندخل به التردد الحالة التردد الحالة الآن يحالة بقى اللي أنا حالة الحالات المعنض هشاشة خلاص وفى نفس الوقت عضلاتها ضعيفة عضلاتها ايه ضعيفة ضعيفة فانت عاوز تشيلي الالم وتقاهل العضلة وتقاهل العضلة وتزرع غدروف تاني تاني عاوز تشيلي الالم خلاص وتبعد العضم عن بعضه اللي هو زرع gostروف وفا وتأهل العضلات ده سنه صغير سنه ايه صغير طب لو سنه كبير ممنوع ان انت تحط خالص تردد ليه الحرارة خلاص ده انت لازم تستسنيه لان ده عنده مليون كسر مليون كسر عاوز تدخل تعمل ايه انت اصلا جاي العصب العصب اصلا ما تشوف عنده ده نقطة مهمة طيب انا عاوز العيان ايه دلوقتي طب انا بعد ما بعدته عاوز الغدروف ده الغدروف ده اول ما بيدخل كده بيبقى حجمه ثابت لا ده بيقعد من 4 ل 6 اسابيع يبتدي يزيد خلاص الغد ما يوصل ليه الملي ونص اتنين ملي طب عشان يدي له فرصة يزيد لازم ألبس مفصل المفصل ده عشان نشيل الحملي من على ده طب فين المفصل قادي المفصل اللي احنا بنلبسه ليه العيان الدعامة الزكاية بتاعتنا عشان يقدر يمشي المفصل ده ثابت لكل حالات لو عنده وجاج مش ثابت لو عنده ايه لو عنده شاشة مش ثابت كل واحد ليه شكل ليه شكل مفصل كل واحد ليه شكل مفصل مختلف عن ايه التاني طب هيعمل ايه طب ده النهاردة ده الغدروف اللي انتو شايفينه واللي احنا زرعناه طيب حصل ايه بقى حصل ان ايه قبل ما يكون نزرع الغدروف كانت المنطقة دي كلها عبارة عن أرح وهشاشة أرح وايه وهشاشة الهشاشة معناه مليون كاسر عندي ملايين يعني طيب طيب قدم شوية لو سمحت ايوا قد المفصل خلاص بعد العضم عن بعضه رفع بقى اداني 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 مسافة واداني فرصة ان اول عضلات حوالين المفصل واشيل 64% من حمل الجسم على المفصل طب انا ده نهاية عشان كده دايما 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 في نقطة بنقولها مهمة جدا العيان الزكي مريح العيان اللي مش متعاون مش مريح صح العيان الزكي لبس المفصل وحافظ على المفصل وبتاعة ده هو الخصوم في الاخر لا ولبس المفصل لغاية ما خلاص الخلاص الغدروف وصل للدرجة اللي انا عاوزها وبقنا زي الفل العيان اللي مش زكي خلاص قال لك انا كويس وبجرد انا بقى عدسان مش محتاج المفصل يا سيدي مين قال لك تقل على المفصل انا قلت لك مش هتقل على المفصل الا بعد ما اعمل اشعة تاني واتطمن المسافة بقت كويسة والاشاشة بقت ايه كويسة يعني انت لازم تبقى فاهم فاهم كويس العيان الزكي بريحك والتفاقنا قلنا العيان الزكي ملوش علاقة خلاص بالتعليم دايزكاء يا لو سمحت عزرعنا غضوها البس المفصل صح وقابو عضلاتك اعمل عليك الاول وقابو على كرسي عالي يعني عدنا نشرح القصة دي المرة الفاتدة يبقى ايه الخطوة اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده دكتور رحمد بقى يقول لنا كل الحالات بيتيجي بقى التعب حد في المفصل بتاع الرجبة دو اتهاب المفصل للرجبة بنبدأ ان نسكن له القلم ونشيد كل الالتهابات اللي موجودة جوه بحكتين يعني بنستخدم احسن حاجة فيهم دلوقتي عندنا هو الكرايو الروبط كرايو الروبط كرايو بالنيتروجين زي ما حانتكم شايفين كده على الشاشة البرودة اللي نتجي عن النيتروجين بتغل لأعماق كتير جوه بتشيد كل الالتهابات بتاعت المفصل يبقى انا بس مش بس 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 بزرع ضروفه بعالج كمان لمشكلة الالتهابات اللي موجودة عشان اقلل الالم اللي بيحسه العيان هو قاعد من غير حركة صح ده الالم اللي بيحسه نتيجة الكرح الموجودة الى جانب ان انا بحسن كمان الدورة الدموية الموجودة للمفصل ككل خل الدم ييجي جاي بكميات كبيرة للمفصل بيجي له تغزية بشكل كويس تمام بيشيل اي تلايفات حوالين الاربطة بتاعت المفصل بيرجع المرونة بتاعت الاربطة بتاعت المفصل ودي حاجة بنهملها كتير قوي في العيان بنحقن وحقن عادي وكده لا نحن كده بنرجع مرونة الاربطة فبنحافظ كمان على الغدروف ده من اي حركة غلط مش من العيان بعد كده لما يمشي وخصوصا العيان بيهم اللبس المفصل انه ممكن يبوز الغدروف اللي احنا زرعناه صح نشيل الاربطة بنشيل للاتهابات ونعالج القرح بالروبط كريو بنحسن حالة الدم اللي رايح للمفصل تمام ممكن بعد كده نستخدم بعد كده في جلسات بقى كده الروبط لازر بعد كده بيحسن حالة الدم اكتر اللي رايحة للمفصل فبالتالي احنا وصلنا المفصل هلسي مفصل مدغزي مدغزي احنا وصلنا للمفصل